ومن حقيقة قبل أن أبدأ معك بالخوض في التفاصيل ما الذي حدث لإسرائيل خلال الساعتين الماضيتين كيف بدل المشهد من خلال ما تبعته أنت شخصيا الشيء الأساسي الذي حدث هو أن أجواء العنجهية التي ميزت واشتاحت إسرائيل في أعقاب اغتيال السيد حسن نصر الله أخذت سياق مختلف خاصة أن قبيل هذه الهجمة كان هناك عملية أيضا في تل أفيف هذا الأمر يعيد المجتمع الإسرائيلي تدريجيا إلى الواقع إلى الواقع الحقيقي وليس إلى الأسبوع الأخير الذي ميز الحالة السياسية والشعبية الإسرائيلية إلى حد كبير أعتقد أن هذا هو الأمر الفارق أنه تستطيع أن تختال هنا تستطيع أن تحقق إنجازات عينية وإن كانت كبيرة وإن كانت تحمل أبعاد نوعية ولكن في نهاية المطاف يوجد صراع مركزي جوهري لا يمكن القفص فوقه الآن كنت أسأل ضيفتي هنا دكتورة فاطمة في سؤال أخير قبل أن أبدأ معك سيد دعودة هل الآن بتنا رسميا أمام حرب بين إسرائيل من جانب ومن معها بالطبع واللات المتحدة وبين ما يعرض بمحور المقاومة وإيران من جانب آخر أنا أقدر أن إسرائيل تريد الحرب أكثر من إيران إيران تريد التعامل بتوازنات معينة جزء منها بعد الكرامة جزء أنها تستطيع أن ترد جزء منها من أجل بعض الأمور التي تسللت إلى وسائل إعلام بخصوص إيران وبخصوص مدى فاعلية إيران ومدى دخولها المباشر وليس عبر وسطاء وغيرها من الأسئلة التي مهمة استراتيجيا للمشروع الإيراني برمته لهذا إيران فأرادت أعتقد من البعد التكتيكي بالأساس أن تقول أنا فعل ما يجب أن أفعله خاصة أنه بالمقابل هناك حالة تامة من السكوت أمام كل ما يحدث ولكن الذي يريد أو يحاول ترتيب الشرق الأوسط مستغلا منذ السابع من أكتوبر حتى الآن ويحاول أن يقوم بشيء يغير المعادلة التي كانت قائمة حتى قبل السابع من أكتوبر هو نتنياهو وحكومته خاصة بعد الأسبوع الأخير يعني شعره بازدياد بالشهية وبالثقة بالنفس من أجل أن يستمروا لهذا ألخص أن إيران تتعامل تكتيكيا حتى هذه المرحلة ولكن القلق الحقيقي أن إسرائيل تتعامل أكثر استراتيجيا مع هذا الملف أي بالمضي جديا نحو توسيع الحرب هذا يجعلنا أن نتحدث أكثر عن توقعاتك لردود الفعل الإسرائيلي على الضربة الإيرانية كيف ستكون أخمن أن ستكون هناك ضربات باتجاهات مختلفة وليس فقط لإيران لوحدها نتنياهو يتعامل ببعدين ببعد استراتيجي بالنسبة لموضوع تقليل المخاطر هنا وهناك ولكن أيضا ببعد تكتيك تجاه الجمهور الإسرائيلي لهذا فما حدث الآن بالنسبة له هو شرخ بالسردية التي يحاول أن يبنيع ونجح بها للأسف الشديد بشكل كبير بالأسبوع الأخير ما حدث اليوم هو شرخ بهذا الأمر هو لا يريد له أن يستمر لا يريد أن يكون هو فصل النهاي وإنما يريد أن يقوم بخطوة أكثر نوعية من الخطوات السابقة أعتقد بأن سيكون هناك هجوم على أكثر من اتجاه يشمل إيران ولكن أيضا يشمل اليمن وبالطبع لبنان فأعتقد هذه هي أوجه